ده القضية اللي احنا بنتكلم فيها فبنقصر الصور والاشكال اللقاء القائمة على هذا الاتجاه الحرفي لصالحنا لما نعتقد انه لصالحنا ليه هو لصالحنا؟ لأن الاتجاه المغلق ليه نتائج علينا على نفسيتنا يعني هنبص نلاقي إيه اللي حيحصل لنا لو احنا بناخد هذا الشكل الحرفي فالإنسان حيفضل تركيزه متواجه فين أنه أنا حروح الجنة وحتمتع والمتع الحسية اللي هو بقى بتتوصف فيه الآيات اللي هي وصف مجازي زي ما قلنا كأنها هي الهدف بين العبادة بنفقد هنا فعلا أن ده الداخل أنهم متركزين مركزين على الأداء الحركي طالما ده أنا بعمل كده طالما ده اتجاهي يبقى الإنسان بيفقد في الحقيقة القدرة كمان على أن هو يستفشل قلبه ويبتجي أن هو يقول يا ترى إيه هو الصحيح إيه هو الغلط الصحيح والغلط الحلال والحرام بياخدوا من خارجه بيفضل يسأل وكأن من يسألهم هم آلهة يستطيعون أن يجيبوا على كل شيء وبالتالي بيفقد القدرة على أنه يستفت قلبه طيب إذا كان الهدف هو اللزة الحسية والمتعة الحسية طب ما هي المتعة دي موجودة في الحياة اللي احنا موجودين فيها فعلا فتقييم كأني أنا لما بأقيم هذه المتعة في الحقيقة أن أنا بخلق صراع داخلي ليه لأن أنا محرومة من المثلا يعني من الخامرة هنا يبقى في الحالة دي لا هاخدها فقا في الآخر وحد يبقى أحلى بكتير ما عنديش فلوس هنا لا هاخدها في الآخر وهيبقى عندي أسور وهيبقى عندي حضائق غناء وهيبقى عندي لا أزوق حرر بردا ولا زمرير فهنا الإنسان وهو في هذه التقييم هذه الأشياء بيفقد فعلا المتعة الروحية وبيحرم من الإطمئنان والسكين أكتر بقى من هذا في النتيجة أن الدافع لما بيكون خوف الإنسان بيفقد الإحساس بأي شيء إلا نفسه ويصبح قلبه غليظا وطول الوقت يريد أنه يثبت أنه على حق وطول الوقت بيفكر في المعصية في من عصى الله ويكفر غيره وده بيخليه مهيئا أنه يبقى فيه يعني من يريد أن يستخدمه للعنف يستخدمه لأنه هيقدر أنه يستخدمه أنه هو مش عارف الصراع اللي فيه ده يعمل إيه فبيخلق صراع خارجي فيضرب العصين عن الله ويظن أن ده هو جهاد وسبيل إلى الوصول إلى الجنة صحيح بقى ممكن أن تتفاوت درجة العنف لكن الاهتمام بالآخرين هم معصين ولا مطيعين ولا يلتزموا ولا ما يلتزموش ولا بيقوموا بالأداء ولا ما بيقوموش هو دائما في صراع مع غيره وبيعتقد ويظن أنه الأفضل بل مش أنه هو بيظن أنه الأفضل فقط لا هو بيؤكد لنفسه دائما في كل فعل وفي كل قول وفي كل شيء أنه الأفضل إحنا يعني قلنا بشكل يعني في المقدمة أن الاتجاه المفتوح هابنا حاجة فيه أنك تكسب الحياة أنك تكون عبدا لله وخليفة لله يعني إيه؟ يعني أن هنا أنت في الواقع بتدرك أن قانون وجودك وقانون خلقك وده من الله وبالتالي هنا أي شيء بتقوم به بتنسبه إلى فضل الله ورحمته ما بتخافش من الخطأ مش عشان أنت عايز تخطئ لكن لأنك بتعلم أن الخطأ وسيلة للصواب دائما للتعلم دائما وتدرك أن مغفرة الله واسعة وتدرك أنك بتقوم بالعبادة هذه العبادة هي عمل حقيقي يؤهلك أن تعود إلى الحياة ساكرا زي ما احنا قلنا أن العمل ذكر والذكر أو الصلاة أو العبادة عمل كلاهما عمل وكلاهما ذكر لله فهنا عندما يخرج الإنسان من العبادة إلى العمل وده حيكون هنا عمل صالح حيبقى هنا شعوره بأن الله شاهدا عليه موجودا معه في كل وقت وحين ده حضور كامل حتى لو غفل لحظة بيستعيد هذه التذكرة لما بيقوم بالعبادة فهنا الجمال بتاع أن الإنسان يتوكل على الله ويعمل بكل طاقته في هذه الحياة ده يعني شعور لا يوصف ده هو شعور بهدى لأن كل عمل إنسان بيقوم به من أجل أنه هو يسعد نفسه في الآخرين يخدم الآخرين ده بيولد راحة داخلية عميقة جميلة رائعة وسلام وسكينة لا يوصفان أما بقى جهنم فهي أنه هو رأس راب أنت بتجري 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 وعايز توصل لحاجات معينة وعايز تستخدم الجين لغرضك وعايز تستخدم الجين لهدفك وتعتقد أنك أنت تصلي أكتر وتذكر بعدد أكبر وتعمل مش عارف إيه أكتر ده حيوصلك وتبقى عاية في الصراع يا ترى أنا صليت ولا ما صليتش يا ترى أنا عملت ولا ما عملتش وبعدين بعد كده طيب بتدعي إن ربنا يجيك حاجات معينة أو أنت عايز توصل لها والحاجات اللي أنت عايزت توصل لها جهية هي القاك ولازم عايز تبقى أحسن من فلان وأحسن من علان وليه تبقى أنت أقل من كذا وأقل من كذا فجي قضية صراع عظيق عظيق جدا